لسا مكملين مع حضراتكم ونروح لنادي الزمالك نادي الزمالك عنده مباراة أفريقية يوم الحد اللي جاي سوار الغيني وخلص هي مباراة تحصل حاصل الزمالك ضمن صدارة مجموعته فيه الكونفيدرالية حتى لو خسر المباراة خدا هو متصدر هذه المجموعة ب13 نقط والجملة الشهيرة دايما عند المدربين وعند اللاعبين لما يبقى عندهم مباراة مهمة قبلها مباراة مش مهمة يقول لك إيه لا احنا مش ملكزين في المباراة المهمة وملكزين في المباراة دي يعني لو سألت لحد في الزمالك دلوقتي مسؤول فني أو لاعب أو أو تقول له هل أنت بتفكر في مباراة الأهلي في نهاية كاس مصر يقول لك لا أنا عندي الأول مباراة سواري الغيني وأخلصها الأول وبعد كده نشوف مباراة الأهلي ولكن على الأرض ده ما بيحصلش ليه ما بيحصلش كده كان مباراة خلصة زي ما قلت لكم مضمونة بالنسبة للزمالك جوزي جوميز لسه يسمى مدرب جديد مع نادي الزمالك عنده مباراة ببطولة أمام النادي الأهلي نهاية كاس مصر بيجاهز لها من مبارح هتقول ليه بيجاهز لها من مبارح؟ أيوة بيجاهز لها من مبارح وأقول لك تفاصيل مهمة جدا جوزي جوميز فرج على مباراة الأهلي ومديامة الغاني في دور المجموعات وشاف كل نقاط الضعف والقوة في النادي الأهلي وتكلم فيها مع مساعدين وبدأوا يشتغلوا عليها على الأهلي دلوقتي نظريا وبدأ النهاردة عمليا عمليا يشتغل مع اللاعبين فيها في التدريبات بعض الجمل الفنية اللي ممكن يستغلوا بيها نقاط ضعف النادي الأهلي أو يتجنبوا نقاط القوة في النادي الأهلي طيب جوميز كمان لما فرج على مباراة الأهلي ومديامة قال لمساعدينه أنه معجب جدا بيه قدرات لاعب في النادي الأهلي مين اللاعب ده اللي معجب بيه جدا جوزي جوميز حسين الشحات هو شايف أنه محور قوة وخطورة في النادي الأهلي ورائب تحركاته اشتغل عليها واشتغل بيها مع الجهاز المعاون هو شايفه أخطر لعبي النادي الأهلي طبقا لما شاهده فيه مباراة مديامة بيه